اهلا بجميع متابعين قناة الادوات المنزلية بفيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده ادوات ومنظمات وافكار وحياة جديدة ومزالع هنشوفها مع بعض من خلال الفيديو ده لو دي اول مرة بتشوفي بها قناة الادوات المنزلية اتمنى ان انت تنضمي لينا وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك ولو حب ان هو يصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة تقدر ان انت تفعلي جرس الاشعارات لاشعار الكل وبالنسبة لجميع الطرق اللي تقدر من خلالهم ان انت تجيبي كل الادوات اللي انت بتشوفيها معايا في الفيديو ده انا بشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو فتقدر ان انت تكملي الفيديو ده لنهايته علشان تتعرفي على كل الطرق اللي بتساعدك ان انت تجيبي كل المنتجات اللي انت شايفاها معايا دلوقتي فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ايه هي المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا معنا منظم الملابس اللي تقدر ان انت تنظمي به البناطيل او التشيرتات او الامصان ومهمته ان هو يساعدك على تنظيم وترتيب الدولاب عندك وان هو يخلصك من كل كركبة الهدوم بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منشر مصنوع من الفلاز المقاوم للصدى طبعا تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة ممكن تنظمي عليه الاحزية وممكن كمان ان انت تنشري عليه البطانيات او الهدوم وتقدر ان انت تثبتيه عندك في البلكونة او على الشباك بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال المقطع ده بعد كده عندنا منظم للأكياس طبعا المنظم ده تقدر ان انت تثبتيه على جنب التلاجة او على الجدار عندك في المطبخ بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده وتقدر ان انت تنظمي بيه الأكياس بمختلف أشكالها وأحجامها بعد كده حنشوف مع بعض عندنا هنا أداة للتنظيف طبعا الأداة دي تقدر ان انت تثبتي عليها المناديل المبللة أو أي ممسحة تبقى موجودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الأسطح سواء الأرضيات أو الشبابيك أو المريات أو الجدران هنا عندنا الأداة المخصصة للمشترك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها المشترك بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تثبتيها على الترابيزة أو على الجدار أو على أي مكان انت عايزها عندك في البيت بعد كده عندنا منظم للحمام تقدر ان ان انت تثبتيها عندك على الكبينة بتاعت الحمام أو على الجدار وتنظمي جواه الشمبوهات أو الكريمات أو مختلف لوازم الحمام زي المناديل والفبط وأي حاجة تانية وأي حاجة تانية انت عايزها وبعدها على طول تعالي شوفي معايا المرتبة الجميلة دي طبعا لو جالك طيوف أو حاجة تقدر ان انت تستخدميها وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا مصفة للحوض طبعا المصفة ده تقدر ان انت توسعيه على حسب حجم الحوض عندك وتقدر ان انت تنظمي به أدوات غسيل الموعين من الإسفنجة والسلكة أو الفوت وبعدها عندنا الجهاز الجميل ده اللي بيعكس صورة الموبايل طبعا بنفس حجم الشاشة التلفزيون وتقدر ان انت تتفرجي على الجدار على أي حاجة انت عايزها ومش هتلاحظي ان فيه فرق كبير ما بينه ما بين شاشة التلفزيون بعدها بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم الزيت وبنفس الوقت هو بيبقى متوفر معاه ريشة كده بتساعدك ان انت توزعي الزيت بالطريقة اللي انت عايزها وطبعا بكميات متساوية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداة بتساعدنا على الغسيل اليدوي يعني للناس اللي بتحب تغسل على أديها وكده الأداة دي هتساعدك ان انت تنظفي كل الحاجات عندك طبعا من هدوم وكمان بتساعدك على تنظيف المكانس وحاجات تانية كتير زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو وبعد كده تعالي شفي معايا منظم التوابل أو تقدري تعتبره منظم للمكسرات أو للحلويات طبعا زي ما انت شايفه لكذا طريقة في الاستخدام وطبعا هو بيحتوي على خمس منظمات بتساعدك على تنظيم كل الحاجات اللي انت عايزاها هنا بقى عندنا جزمة الكيس أو الجزمة اللي هي بلاستيك طبعا تقدري تلبسيها وتقلعيها بكل سهولة ودي بتساعدك انت تتحافظي على الجزمة بتاعتك نضيفة وممكن تحتاجيها طبعا اكتر حاجة في فصل الشتاء شوف عندنا المفرمة الجميلة دي طبعا المفرمة دي تقدري تفرومي بيها التوم أو الشطة أو الفراخ أو اللحمة والنتائج بتاعت المفرمة دي دلوقتي حتشوفيها معايا من خلال الفيديو ده علشان تقدري ان انت تحكمي عليها بنفسك وهنا معانا المغرفة اللي بتساعدنا على فصل الدهون عن اي شربة احنا عاملينها طبعا النتائج بتاعتها ظهر قدامك دلوقتي في الفيديو هنا بقى عندنا المأشرة اللي بتساعدك على تأشير الخضار والفكهة وطبعا احلى حاجة في المأشرة دي الجزء اللي بيحتفظ في القشر وبعد كده تعالي شوفي معايا الاداء الجميلة دي اللي هي عاملة زي المنشر كده بالظبط تقدري ان انت تثبتيها على الشباك عندك وبعد كده تنشري عليها كل الحاجات اللي انت عايزاها وهنا عندنا الاداء اللي بتساعدك على تنظيف كرسي الحمام طبعا الاداء دي مرينة جدا وبتوصل لأصعب الاماكن اللي موجودة في الكرسي او لأدياء الاماكن فطبعا حتساعدك على تنظيف الكرسي ده بالشكل اللي انت عايزاها وهنا كمان عندنا الفرشة دي طبعا الفرشة دي ممكن تستخدميها في كذا طريقة ممكن تستخدميها لغسل الموعين وممكن كمان تستخدميها لغسل الرخام او لغسل الحوض او لأي حاجة تانية انت عايزاها وطبعا بتيجي عبارة عن فرشة وعبارة كمان عن اسفنجة فتقدر تستخدميها في كذا طريقة مختلفة وبما اننا لسه بنتكلم عن غسيل الموعين تعالي شوفي معايا برضو الاداة دي اللي فيها نفس ميزة الاداة اللي فاتت وهي ان انتوا تقدروا تضيفوا بيها سائل غسيل الموعين وبعد كده بضغطة واحدة منك حتقدر ان انت تنظفي كل الموعين اللي موجودة عندك او اي حاجة تانية انت عايزا تنظفيها باستخدام الادوات دي وهنا عندنا الشواية الجميلة دي طبعا اللي بتشتغل عن طريق الكهرباء طبعا تقدري ان انت تعملي عليها مختلف الاكلات اللي انت بتحبيها بس انا حكتفي معاكم لغاية هنا في شرح الادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده بعد كده تعالي شوفي معايا مصفة الزيت المصفة ده طبعا جميل جدا والسعة بتاعته او الحجم بتاعه كويس قوي بيساعدك على تصفية الزيت وبيخليهولك نقي زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو ما فيهوش اي شوائب الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام لو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ان انتو تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة تعرضت في الفيديو ده تقدروا ان انتو تكتبولي بخنت التعليقات وانا حارد عليكم فقرب وقت ممكن تعالوا معي بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي نقدروا ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انتو تستفيد منها بكذا طريقة مختلفة وبتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت تعمل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر ان انتو تعرفي اي هي الحاجة اللي انت بحتاجها لبيتك ولمطبخك وبعد ما انا تكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت بحتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت متواجدة به فبداية كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق على اكسبراس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي باي طبعا التطبيقات دي مشكلتها انها تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة الاسعار البضاعة فهي بتبقى متفاوتة يعني فيه عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة وفيه ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية انما مثلا الشحن الامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخطط شوية او في دول بيبقى الشحن لها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا ان انتوا تعتمدوها على حسب المكان اللي انتوا متواجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحدلكم مشكلة تكاليف الشحن وهي صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتدفع طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة او على حسب المكان اللي انت موجودة به وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انت موجودة في مصر او في الاردن معرفش بقى لو انت مثلا في السعودية او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لأ بس اللي عايز اقولهولك ان طريقة البحث عن صفحات دي سهلة جدا تقدر ان انت تكتب خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو حاسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج مني في جهد الغوية ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى ان هو يكتب لنا بخانة التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو تكون عجبكم وان كل الادوات والمنذجات اللي اتعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم لا تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بالضغط على زر اللايك ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدرون انتوا تضغطوه على زر الدسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدرون انتوا اكتبوه في التعليقات وانا حرد عليكم في اقرب وقت ممكن وستنون إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة سبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة